من سبيل استعدادات الديربي مختلفة للمباراية الأخرى التي تكون في البغطولة الوطنية عندها استعدادات خاصة بحكم أن لا يريد أن ينهزم في الديربي لأنه يكون ملزم لكي ينتظر لكي يفرح للأنصار ويكون مزيد من بعد الفوز في الديربي بالنسبة للتدارب لكن يركز أكثر اللاعب في استعداد دهني لأنه يوم المباراة يجب أن يكون مستعد بشكل جيد دهنيا بشكل جيد لأنه كما تعرف أن اللاعب خاصه يكون في أوجه العطاء دياله في يوم المباراة كيف تكون مزيدا بشكل جيد؟ في السوق كانت الضغط يكدب عليك أي شخص يقول لك ما كانت الضغط فمباراة الديربي دائما فيها ضغط دائما كتكون مشحونة بعض الشيء لكن اللاعب يكون دهنيا مرتاح ومستعد بشكل جيد كيف تكون مستعد بشكل جيد؟ هذا الديربي أعطينا صورة مماثلة أو أحسن من الشان لأنه صورة الديربي يعني الناس كلها كتفرج يعني داخل المغرب وخارج المغرب نحاول أن نعطوه صورة جيدة ونعطوه يعني بأنه كرة القادم المغرب يعني في تطور ملموس لاعبين يعني كانوا في مستوى جيد في الشان فانتمنى إن شاء الله يكونوا حتى في هذا الديربي هذا الديربي إن شاء الله بمستوى أحسن من الشان إن شاء الله لما لا كيف تكون مستعد بشكل جيد؟ ديربي هذا هنا كتعرف كين ذاك ما بيلاعي بي منه لا بيجماهير كل واحد كي بغي يفوز في هذه المباراة هذه لأنه من كيف يفوز في هذه المباراة كتعطي واحد شحنة كبيرة باش يكمل البطولة يعني برتياح متافق معك إن المرحلة للفوز المتخب الوطن المغربي المحليين بالشان كانت تعطي دافع قوي بالنسبة للاعيبين اللي كانوا يتواجه لفارق الراجع بيداوي ولا فارق الويدا البيضاوي ولكن هذا الديربي اللاعبين غاديدخلوا باش يقدموا واحد اللي كانت منه وحنا تكون مباراة في المستوى تكون راحة الرياضية وبالنسبة لي أنا فهمتي أنا كراجاوي فكنت منه لانتصار الفريق الراجع البيضاوي